في الجانب الغذائي والجانب أيضا الدوائم نحكي عن النباتات الطبيعية بهذه الفقرة مع الدكتورة هناء باجس وهي أستاذ مساعد لعلوم الكيمياء الحيوية وكيمياء النواتج الطبيعية يسعد صباحك يسعد صباحكم أهلا بصرا فيك دكتورة أهلا بك يعني بداية نتنوى الموضوع التنوع النباتي عنا هون بالأردن نعم نحن في الأردن نتميز أنه عنا تنوع مناخي وتنوع جغرافي متميز مقارنة بالدول الأخرى عنا بادي وعنا سهول وعنا وديان وعنا كمان تنوع مناخي حلو بالمنطقة وهذا الشيء أثر كتير على تنوع النباتات عنا تقريبا 2500 نوع نبتة بالأردن 20% منها يعتبر طبي وهذا تقريبا بيجي يعني بدك تقول 485 نوع نبتة طبعا هاي النباتات في دراسات كتير عليها لكن أكيد ما ضغطت كلها بسبب أعدادها طبعا بالأردن وخارج الأردن عالميا نعم طب كيف الاستفادة يجب أن تكون من هذه النباتات وهل فعالة مثل الأدوية أكيد هلأ يعني هلأ كل نبتة فيها مركبات وفيها تراكيز معين من هاي المركبات تختلف عن غيرها أكيد يعني إحنا طبعا مثلا نتميز على سبيل المثال مثلا في عندنا نباتات مثل الشيح والقيسوم الزعتر الفارسي مثلا القطون الخروب المورنغا واللي هي كتير معروفة ومشهورة هاي النباتات احنا طبعا بشكل عام نعتبرها أنها آمنة وسليمة لكن لها برضو نسبة سمية وبالتالي الاستخدام الخاطئ لها وخصوصا من يجي الموضوع لعمل خلطات وهذا الناس بتعملوا بشكل عام بقولك اخلط هادي مع هاي وحطي هاي مع هاي عشان مثلا هذا الطفل بطنه بوجع ولا عشان هذا الشخص اللي طالع من العملية الفلانية مثلا الجرح عنده بلتأم بسرعة أو مثلا ممكن يرفع المناعة هلأ هون الخطورة بتيجي لأنه هاي المركبات هي مركبات عضوية وجزء كبير منها تعتبر هي كمان طبعا زيوت عطرية وهذا بياخدنا لكيفية استخدامها بشكل صحيح إنه هلإحنا باستخدامها بشكل صحيح أو لا وبالتالي مرات استخدام النباتات مع بعض وبيعمل تفاعلات ضد بعض مثل الأدوية يعني من واحد ياخد دواء بالضبط أكيد وبالتالي إحنا لازم كتير يعني نكون حاضرين بهذا الموضوع بشكل عام هي آمنة النباتات الطبية اللي إحنا بنعرفها لكن لازم نكون حاضرين عند استخدامها أكيد حاضرين تحديدا أثناء عمل الخلطات مثل ما حضرتك بالضبط تحديدا نعم والكميات أيضا لأي مدى ممكن توصل الأضرار من وراء هاي الخلطات اللي بتكون طبعا غير مدروسة ومش مأخوض نصيحة الأشخاص المختصين أكيد يعني الأضرار كتير كبيرة سراحة يعني بتتراوح ما بين أمراض يعني أعراض مثلا جهاز هضمي على سبيل المثال الحساسية بشكل كبير يعني فيه كتير ناس بقول لك مثلا أنا عندي حساسية بس أنا مش عارف بسبب شو هلأ ممكن يكون بسبب أنه إحنا عم ناخد هاي النباتة بكميات كبيرة أو عم ناخدها بعمر غلط يعني فيه مثلا نباتات معينة المفروض ما تنعطى لهذا الطفل بهذا العمر إحنا مثلا إذا صار عنده مغس نعطيها يعني أنا بتذكر على سبيل المثال هذا الحكي قبل تقريبا سنتين كان فيه زميل من زمنائي في أمريكا كنا عم نتحدث وهو من الناس اللي اشتغلوا في الوطن العربي وهيك فكنت عم بحكي له عن القلون العصبي بقول له أنا شخصيا ما بعرف أي حدا بحكي معه إلا عنده قلون عصبي مع أنه النسبة إذا بتطلعوا على اللي هما الريلايبل ويب سايت مثلا زي السي دي سي وزي مثلا ال دبل يو اتش او بقول لك 10% بس هي النسبة أعلى من هيك بكتير بقول لي يعني هو من اعتقاده أنه إحنا بالوطن العربي كتير منستخدم المرمية كتير ومن عمر صغير يعني هاي طبعا بناء على خبرته وتجاربه ودراسته يعني أنا صراحة وقتها إنه قلت يعني معقول المرمية ممكن يعني ممكن هاي إحنا تركيزنا عن نبتي معينة وأخذها بكميات كبيرة أو خلطها مع أشياء تانية أو حتى مرات إحنا يعني مفروض مثلا ما نغليها مفروض إنه إحنا نعملها ستيبينج اللي هو يعني زي بالزبط ممكن هذي كمان بتخلي إنه مركبات معينة يزيد تركيزها أو وبالتالي تنضارب مع أشياء تانية طب لمين نلجأ معناها من المختص لما نيجي نحكي نبعد عن الخلطات ونشوف ناس كتير تفتي بهذا الشأن نعم من الشخص اللي منسمع له إنه كيف نستخدم هذه النباتات بشكل صحيح يعني هلأ مجال النباتات بشكل عام كتير كبير وصار هلأ حتى الطب والأبحاث والدراسات حاليا صارت كتير تتجه لهذا الاتجاه يعني نوعا ما خلينا نقول تركوا المركبات الكيميائية التجهز في المختبرات واتجهوا لإيجاد حلول الأمراض عن طريق النباتات وبالتالي يعني صراحة الموضوع كتير شائك ومتوسع لأنه أنت ممكن تروح مثلا على عطار أو ممكن تروح على مثلا الناس المحليين اللي بيستخدموا هاي النباتات وهم عندهم خبرة على فكرة بهاي الأمور وبيستخدموها بطريقة يعني صح بتجارب بالضبط لكن لو أنا بدي أسمع نصيحتهم هل هاي النباتة بتفيدني أنا مثل ما فادت فلان أو فادت فلان بالحالة المرضية بالتالي هو صراحة الموضوع شائك كتير لكن أنا دائما بحب أخذ بنصيحة الطبيب والشغل الثاني بحب دائما أرجع للأبحاث اللي أثبتت فعالية هذه المادة أو هذا المركب أو هاي النبتة طبعا زي ما قلنا هي جارية إحنا ما خلصنا لسه نبتات كتير أكيد طبعا لكن دائما بحب أنه لما بدي أنا أستخدم نبتة معينة دائما بحب أقرأ الأبحاث اللي منشورة في مجلات محكمة ومجلات معروفة وأبحاث فعلا مدروسة ومعروفة ومعمولة بشكل صحيح أكيد هلأ يريد لو بردو تحكي لنا عن زيوت الطيارة اللي متكون موجودة بالنبتات أكيد هلأ النبتات الطبية معروفة إن معظم الكانتن تبعها أو معظم المركبات اللي فيها هي زيوت طيارة فعليا مثلنا الكامفين الألفا تيربينول عندنا الألفا بينين يعني كتير الثايموكول وما إلى آخره هاي الزيوت على درجات حرارة قليلة ممكن تتبخر هي هاي فكرتها وبالتالي يعني أنا دائما بعطي مثال هيك قريب مثل قلبة الأسيتون إذا بنفتحها ونتركها بتتطاير لأنها على درجات حرارة خفيفة بتتطاير وبالتالي لما نيجي نستخدم هاي النباتات إحنا المفروض ما نغليها المفروض إنه إحنا نحط عليها المي السخني ونغطيها بحيث هاي الزيوت تضلها فيها لأنه هي هاي اللي بتعطيني الفائدة يعني أنا لما أخذ مرمية أو أخذ زعتر فارسي مثلا أو بدي أخذ شيح أنا هاي المركبات اللي بدي إياها أنا ما بأخذها كنبتي مش كورا أنا هاي المركبات اللي بدور عليها فهي فعليا لازم إنها تتغطى وحتى إنها ما تتبخر وأفقدها جميل طيب شو المطلوب اليوم برأيك لنطور استغلال النباتات الطبية في الأردن أو زراعتها نشجع كذا شوف يعني أول شي أنا بدأ أبلش فيه محليا فيه شغلات يعني مثلا إحنا عم نحكي عن النباتات هاي اللي ذكرتها قبل شوي مثلا زي يعني أنا مثلا اشتغلت على الزعتر الفارسي اللي هو ثاينسكا بتاعتها اشتغلت على اللي هو نسر إتروسكا اللي هي لياسمين العرات اللي هو البري وليس المزروع نعم الختمية مثلا ألسي ستوزا جونيبورس فنيشا اللي هي العرعى الفنيقي هاي النباتات مهددة وبالتالي إحنا لما نيجي بدي أنا مثلا بدي أخذ زعتر فارسي من هالمنطقة لقيتها وبدي أخذها كتير ناس ما بتنتبه لطريقة أخذها من المنطقة يعني بيشلوها بجذورها طب أنا أنا هيك خلاص يعني دمرتها يعني المساني الجاي ما رح ترجع تنمو وراء تاني نعم فإحنا لازم نكون حريصين جدا لأنه هاي النباتات مميزة وإحنا بنتميز فيها بالبلد وبالتالي لازم إحنا كناس محليين لازم نحافظ عليها رأي الغنم الجائر على فكرة يعني عم بعمل كتير مشاكل بهاي النباتات وعم يعني صارت شبه منقرضة عندنا طبعا وتكثيف الأبحاث عليها فعليا محليا وزي ما قلنا بالعالم كمان في أبحاث جارية على هاي الموضوع جميع ذكرتي على موضوع الأبحاث أنه خصوصا أنزل واحد حابب يعرف إشي عن نبتة معينة يقرأ أبحاث مضمونة في مجلات عالمية معروفة هلا إحنا مجرد ما نفتح على جوجل تحديدا نكتب اسم نبتة رح يطلع لنا كتير كتير معلومات كيف إحنا بنقدر نعرف إنه هاي المعلومة صحيحة أو هاي المعلومة خاطئة لأنه إحنا يمكن الأشخاص المش مختصين بالنبتات ما رح نقدر نعرف إنه هاي مجلة فعلا عالمية مختصة بالنبتات أو مش مختصة أكيد أكيد سؤالك رائع جد لأنه أنا هاي النقطة بالذات ركزت علي أنا فتحت صفحة إنستجرام جديدة وعملت هيك فيديوهات أصيرة عن أهمية النبتات وكيفية استخدامها وهل هي فعلا مفيدة زم الناس بتحكي ولا لا فعلا تكتبي بطلع لك ووبسايتس بطلع لك فيديوهات في دكاترا في دكاترا بتحكي به هاي المواضيع لكن ما بحط لك الريسورس من وين هو جابه من وين هاي المعلومة اجت ما بحطه في حتى يعني قنوات إخبارية معروفة بدون ذكر أسماء ما بتحط لنا اللي هو المصدر الرئيسي لها المعلومة هلأ المواقع اللي معروفة صيانتيفكلي وريلايبل هي معروفة يعني أنا ممكن أذكر يعني أكمن واحدة مثلا عني مثلا جوجل سكالر مثلا ريسيرج جيت صيانس دايريكت مثلا نيتشر يعني من أحسن وأفضل المجلات العالمية هذه تعطيني الأبحاث كما هي بتعطيك النتائج السلبية والنتائج الإيجابية لنا لكن زي ما قلتي أنا ممكن أفوت على اليوتيوب مثلا ولاقي كتير معلومات كتير معلومات بالظبط وتضارب وهذا على فكرة كمان حتى في الطب البجري بكل إشي يس موجود في كل شيء طب بس هيك من باب الشيء بالشيء يذكروا بالحديث عن هذا الموضوع شو فينا بتنصحي فيها هيك تكون من يومنا مثلا بشكل عام يعني أنا قد ما بدي أحكي عن الكركم ما بوافي حقه بودرة ولا لسه زي ما هو قبل هو مشكلة الجذور يعني إذا كنت تشتريها أنت تجد طبعا أول شيء لازم يكون عدوي خصوصا الكركم هلأ من نباتات تانية ممكن يعني ممكن ناخدها غير عدوية الكركم بالذات ضروري يكون عدوي وجذوره المشكلة أنه ما يعني لما تيجي مثلا نطبخ فيها أو مثلا نغليها ما بتعطينا الكوركومن بشكل حلو هيك تطلع بهذا بفضل باودر يعني مش غلط أنه ناخده فريش باودر يعني لو أنا عندي المقدرة أنه أخلي الجذور تصير باودر أو أطحنها بوقتها إذا في مقدرة ممتاز إذا لا الباودر بيكفي ممكن على شكل كابسولات أو على شكل عادي باودر زي ما إحنا منشتري رائع جدا فينا بتات كتير المورينغة يعني المورينغة رائعة فعليا الزعتر الفارسي أنا عملت عليه طبعا أبحاث ونتائج إن شاء الله يعني على طريقها للنشر شوفوا إحنا عنا كنز بالأردن وهو الزعتر الفارسي صراحة حلو إيش فوقتهم هلأ أنا شغلي كان على خلايا السرطان ومضادات الأكسدة أنا هيك يعني أنا هيك كان الشغل الأساسي عليها نعم فعاليتها على خلايا السرطان رائعة ومش بس أنه إحنا يعني أنا ما أدرسها أنا ما أدرسها إنه كيف بتقتلي خلايا السرطان أنا أتطلع بالزبط كيف بتقتلها يعني شو بيصير على مستوى الخلية على مستوى الأجزاء الداخلية شو بيصير من مركبات الداخلية قاتلة قاتلة أبتحكي عن الفارسي ولا الكركم أبتحكي عن زعتر الفارسي زعتر الفارسي أه هلأ طبعا أنا بحكي عن أنواع معينة من السرطان كمان عشان ما يعني ما بدي أعمم لأنه ما بقدر أعمم بشكل عام هي في أنواع معينة أنا اشتغلت عليها مضادات للأكسدة طبعا أجين فيه أسايز معين بعملها هي بتورجيني إنها هي كيف مضادة للأكسدة ففيه كتير يعني الشيح طبعا رائع القيسوم كتير رائع الخروب بس معلش بسيك المعلومة أنا مهتم فيها الجذور كيف تتأكد إنها أضوية يعني اللي مشوفها في الهايبر ماركتس مثلا الكركم مثلا أنا مثل الكركم شوف هلأ أنا يعني إحنا مثلا عنا في أميركا من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA لازم لازم المادة يكون عليها ليبل والليبل معروف هذا الليبل إحنا كلنا بنعرفه إله شكل معين نعم وبيكون مكتوب عليه أورغانيك غير هيك مش أورغانيك أوكي وبالتالي إحنا هيك يعني هذا المعروف عنا والتالي لما يكون مكتوب عليه عضوي أنا ما يعني ما بأخده وإلا ما يكون عليه زي سيلد ليبل إنه هاد أورغانيك إذا هيك وفي يعني هو بتلاقيه موجود أمرنا ما راح نتأكد بسا آه إحنا شكرين تواجدك اليوم معنا وشكرا كتير للمعلومات اللي قدمت لنا إياها فعلا هذا الموضوع مش كتير من الأشخاص اللي بتعرف عنه معلومات فيعطيك ألف عافية الله يعافيكم وشكرا كتير لكم ولبرنامجكم شكرا لك نشوف بلشت فيديوهاتك على الإنستغرام جميلة وحيلو دائما الواحد يقدم محتوى توعوي مفيد بهذا الشأن كمان فشكرا لك يا أهلا نوسى أهلا بك أهلا بك مشاهدينا راح نطلع مع بعض